موجود أزريو كان موجود مهم جدا جدا محدش بيسيب نديه في فترة إعداد ويسافر يلقى محاضرات أين كان هو مين حتى لو كان أعظم مدريب العالم بالتالي فيه حاجات تعقدية يا جماعة المفروض الناس تحترم تعقدات زي ما أنت بتطالب بفلوسك زي ما أنت بتطالب أن مستحقاتك تاخدها لكن طبعا البركة في متعد عبدالهادي وأحمد مجد إن شاء الله يبقوا على أد الحدث والراجل هيرجع تاني يوم الجمعة يعني يكمل معسكر نادي زمالك اللي بيقام في مصر الجديدة استعدادت لمواكهة أطارة سولار بطل جيبوتي في بطولة كأس الكنفدرالية الأفريقية المران طبعا شهد جلسة بين أحمد مجدي ومحمد أشرف روق ألعب الوسط لتقديم بعض التعليمات الفنية وتحديد المهم المطلوبة منه وشارك فيه تقسيمة محمد عبدالشافي عزيزي أيسر اللي شارك بصورة طبيعية الزمالك يا جماعة محتاج بجد أنا شفت إمبارحة كابتن هشاميكا أو إمبارحة عامل جلسة جلسة عجبتني هو طبعا بيقام بمبيلو بيستعرض قدامة نجوم الزمالك ورموز نادي الزمالك واستوقفني وجود الرمز والقيمة الكبيرة كابتن حسن شحاتة كابتن حسن شحاتة واحد من أهم رموز كرة القدم المصرية واحد من أهم مدريبي كرة القدم المصرية عبر التاريخ واحد من أهم سائد البطولات الأفريقية 2006 و2008 و2010 واحد سطر بحروف اسمه بالنور في تاريخ سجلات كرة القدم كان فيه مجمع أعماله بالتالي أنا شفت الناس دي كلها كابتن محمد صراح وكابتن أبو رجيلا وكابتن حسن شحاتة وكابتن فاروق جعفر وكابتن نصر إبراهيم وكابتن مصطفى نجم وكابتن يعني وحزم إمام الصغير يعني نجوم كبيرة جدا أعتقد حزم إمام الكبير كان موجود بسم الله ما شاء الله حدث ولا حرج أنتوا بقى فين من أول يوم ترشح لمجلس إدارة نادي الزمالك دور كل جاي لنا أسمعوا أن الكابتن حسن شحاتة أنه كانوا بيقولوا لغوا عضوية الله أعلم عايزة أتأكد برضو من المعلومة لكن وجود كابتن حسن كرمز وقيمة حتى من الناحية الفنية في استشارات فنية أعتقد أنه برضو أو وجود معناوي أعتقده برضو وجود مهم جدا لنادي الزمالك في ظل هذه الظروف اللي بمرون بها في نادي الزمالك بل ما قلنا الأندياء الكبيرة والكيانات الكبيرة تمرد ولا تموت إن شاء الله الزمالك يرجع تاني كما كان نادي بطلاط كما كان نادي مميز جدا في كل اللعبات الجماعية أو اللعبات الفردية كابوة هتعدي لابد أن تتضافر كل الجهود ووجود أبناء نادي الزمالك ومسندتهم لنادي الزمالك في هذا الوقت الحرك جدا في مسيرة نادي الزمالك الرياضية